هناك بعض النقاط الهمة اللي عايزة اتكلم فيها مع حضراتكم وهي اسلوب جديد او اسم جديد بيظهر على الساحة الرياضية هتقول يعني ايه عم اسلام هقولك حالا هو احنا قبل ما كابتن محمد عادل يطلع ويتكلم عن الاحتواء كنا نعرف يعني ايه احتواء كناش نعرف كان حاجة جديدة كابتن محمد عادل عملها وقالها ومحدش يسمع عنها في العالم كله غير المستمعين المصريين او المواطنين المصريين سمعنا عن روح البروتوكول سمعنا عن اشياء كثيرة جدا خلال السنين اللي فاتت مرتبطة بنادي بعينه فقط مرتبطة بجزء معين من الحياة في كرة القدم او في كرة القدم تحديدا بنادي معين فاليومين دول عايز اقول لحضراتكم ان انا بسمع بقالنا شهر ونص تقريبا بعيد فبنسمع اكتر ما بنتكلم الفترة اللي فاتت دي حصل فيها حاجة اسمها او حالة جديدة او مصطلح جديد اسمه الابتزاز الابتزاز الرياضي يعني ايه ابتزاز رياضي الابتزاز خلينا اقول لحضرتك يعني ايه ابتزاز من كلمة او المعنى الرئيسي والحقيقي لهذه الكلمة قبل بس ما اقول لحضراتكم امثلة على معنى هذه او ايه يعني ايه الامثلة اللي تودينا للابتزاز عايز اقول لحضراتكم الابتزاز في اللغة العربية يعني ايه والله العظيم انا بتكلم بجد مش بحظر الابتزاز في اللغة العربية تعني في القاموس الجامع الحصول على مال او منفعة خلي بالحضراتكم او منفعة وهو اللي احنا هنشوفه الفترة او الفترة اللي جاية الحصول على مال او منفعة من شخص تحت التهديد بفتح الاسرار الخاصة به ده اللي بيحصل دلوقتي ده اللي احنا شايفينه او فيه حد عايز ياخد حق مش مشروع ليه بيهدد ويطلع يتكلم كلام غير حقيقي وكلنا شايفينه كلام غير حقيقي مبدئيا الموضوع كهرباء فيه ناس كل يوم بنشوف منهم بيانات ويطلعوا يتكلموا وتهديدات دون وجه حق فيه ازمة اساسا يعني لو اتكلمت عنها فيها فضايح كثيرة جدا وامور بعيدة عن العقل تماما اساسا اساسا لجنة الانضباط الموجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم يجب ان تكون بالانتخاب وان الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم توافق عليه مش بالتعيين زي اللي بنشوفه دلوقتي وحتى هذه اللحظة محدش من مسؤولي الجبلية طلع ورد على استفسارات الاهلي اللي هي ايه ازاي لجنة تسرب القرارات في واقعة غريبة جدا الناس كلها تتكلم عن قرارات وناس تعمل مدخلات بدون صدور اي قرار رسمي نوع من انواع الابتزاز خد بال حضرتك هو انا ليه حلقة النهاردة اسمها الابتزاز ولكن الابتزاز في الرياضة على العموم يعني اللي بيحصل في الوسط الرياضي هو ابتزاز حقيقي لاغراض وهدف واضح للبعض موضوع تاني من او نوع تاني من انواع الابتزاز اعتقد ان في ناس اول ما شافت جمهور النادي الاهلي رجع بالسعة الكاملة زي ما شفنا في مباراة الهلال وشفنا في مباراة الرجاء ركابها بدأت تخبط في بعض قعدوا بقى يفكروا ها نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نبدأ نوع من انواع الابتزاز ونطلع بيانات وهمية ونخلي الالاضيش بتوعنا يطلعوا في القناة الفلانية والقناة العلانية والقناة المفروض ان هي قنوات محايدة وتعمل على ان تكون هناك حياد لكل البرامج او لكل الاندية مش اهلي بس لكل الاندية ولكن انا بطلع دافع او هو اسكريبت متوزع على بعض الاسماء اللي معروفة بعينها عشان تطلع تتكلم ضد جمهور النادي الاهلي وتخلي جمهور النادي الاهلي او هم بيتوهموا كده بالمناسبة ان يخلوا تحصل مشكلة ما بين جمهور النادي الاهلي واطراف اخرى ابعدوا عن جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هو انقى ما في هذه المنظومة منظومة الرياضة المصرية ابعيدوا عن جمهور النادي الأهلي عشان هم بيعملوا إيه زي ما قلت لحضراتكم عايزين يعملوا الصدام ما بين الجمهور ونرجع تاني لنقطة الصفر على الرغم اللي احنا شفناه في مباراة الهلال والعظم اللي حصلت من جمهور النادي الأهلي وكان لها الدور الرئيسي في فوز النادي الأهلي ثم العظم اللي حصلت من جمهور النادي الأهلي في مباراة الرجاء وكان لهم الدور الرئيسي في فوز النادي الأهلي إزاي نوقف النادي الأهلي ما احنا مش عارفين نوقفه في الملعب فنعمل ايه ايه اللي بيسبب او ايه اللي بيخلي اللعيبة عاملة كده في الملعب الجمهور الاتنين وخمسين والخمسين الف اللي وزارة الداخلية مشكورة وفقت على وجوده يبقى السبب في تحقيق هذه الانجازات والبطولات والجمهور ابتز بقى الجمهور شوية وباشكال مختلفة عشان ايه عشان انا ناخد منفعة بدون وجه حق بدون وجه حق ولكن مرة تانية جمهور النادي الاهلي هو انقى جمهور في هذه المنظومة الرياضية اللي احنا بنشوف ابعيده ودي اسماء معروفة بعينه ابعيده عن جمهور النادي الاهلي انا مش هتكلم لهذه الاسماء دلوقتي لانها كل جمهور النادي الاهلي عارفها ولكن بعد كده هتكلم وقول ابعيده عن جمهور النادي الاهلي اذا كان هناك شيء معين يدور في اذهانكم محدش هيقدر يوصل لكده ومحدش هيقدر يعمل كده جمهور النادي الاهلي ان شاء الله في مباراة الترجي يكون سعة الاستاد كاملة وتعرفوا يعني ايه جمهور النادي الاهلي مرة اخرى او كالعادة لكن لازم تبعدوا عن جمهور النادي الاهلي واقعوا وتتكلموا في خناقة تحصل ما بين جمهور النادي الاهلي واطراف اخرى مش هتحصل جمهور النادي الاهلي يعي تماماً اللي انتوا عايزين تعملوه والاسكريبت اللي متوزع على تلاتة اربعة من قبل رئيس النادي بتاعهم علشان يطلعوا في الاتجاه ده انت الاربعة خمسة دور دورهم هم عرايس عرايس الاربعة خمسة دور دورهم انهم يتكلموا ضد جمهور عشان يوقفوا دخول الجمهور وفي ناس تانية دورها تفضل تهز راسها زي ما حضراتكم عارفين وفي ناس تالتة بتنفذ هذه الاجندة بتنفذ هذه الاجندة فمش عايزين كلام على جمهور الاهلي اوعى حد يتكلم على جمهور النادي الاهلي من هذه الاطراف ومن هذه الاسماء التي ليس لها الحق اساساً في انها تتكلم عن النادي الاهلي او تتكلم عن النادي الاهلي انتقد طبعاً انا ما قدرش تتكلم ولكن انت ما تعرفش حاجة عن جمهور النادي الاهلي وما تعرفش مين هو جمهور النادي الاهلي وما تعرفش ان جمهور النادي الاهلي هو انقى ما في هذه المنظومة فبعيده عن جمهور النادي الاهلي احسن الفترة اللي جاية الزروط بتبقى صعبة ولا هنا بقوا خاطب اللي بيحاولوا يعملوا وقيعة وبيحاولوا يعملوا أزمة مش بخاطب حد تاني هم اسمين تلاتة معروفين والاسكريب تترمالهم وانت تتكلم على تويتر وعلى السوشال ميديا وانت تتكلم في القناة دي وانت تعمل في القناة دي علشان يعملوا هذه الفرقعة قبل مباراة مهمة جدا والحقيقة أنا بستغرب بستغرب جدا لأنه هو مين اللي بيمثل أو مين ممثل مصر الوحيد الآن أقدر أقولي الوحيد في دوري أبطال إفريقيا أو في البطولات الإفريقية فيوتشر مثلا لا اللي رح أكلم بترتيب الدوري فيوتشر مثلا لا بيراميدز لا الزمالك لا الاتحاد لا المصري لا مال مين هو ممثل مصر في البطولات الإفريقية اللي لازم كإعلاميين محايدين نقف معاه أنا ما بتكلمش على زي ما قلت لحضراتكم أنا بتكلم هنا بيحاول البعض أن يعمل وقيعة ما بين جمهور النادي الأهلي وأطراف أخرى لازم نقف مع النادي الأهلي وإحنا حنتصدى هنا وحنفضل وقفين ضد هذه الأمور وحنفضل نقول لكم ونعري الكلام الكتب اللي انتو بتقولوه الكلام الكتب اللي انتو بتقولوه باحترام وبأدب وبأخلاق النادي الأهلي مش بحاجة تانية ابعدوا عن جمهور النادي الأهلي ابعدوا عن جمهور النادي الأهلي اشتركوا في القناة